الولايات المتحدة يمكن أن تنجر إلى حرب مباشرة مع روسيا والحرب في أوكرانيا تزداد خطورة يوما بعد يوم كلما طال أمدها هذا ما توصل إليه الكاتب الأمريكي توماس فريدمان قائلا إن الحرب لم تستقر في طريق طويل وطاحن وممل كما يظن البعض وفي مقال له في صحيفة نيويورك تايمز أكد الكاتب أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان غاضبا من تسريبات لم تكن جزءا من استراتيجية مدروسة بشأن مساعدة بلاده لأوكرانيا على قتل الجنرالات الروس وأغراق التراد موسكوفا وصف ذلك بأنه عمل طائش يجب أن يتوقف فورا قبل أن ينتهي الأمر بأمريكا في حرب غير مقصودة مع روسيا بوتين ليس لديه أوهام بحسب فريدمان بشأن مقدار تسليح الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي لأوكرانيا بالمواد والاستخبارات ولكن تفاخر المسؤولين الأمريكيين وتباهيهم بقتل البحارات الروس يصنعان فرصة لبوتين للرد بطرق قد تؤدي إلى توسيع نطاق هذا الصراع على نحو خطير وجر أمريكا إلى أعمق مما تريد يكشف الكاتب الأمريكي كذلك أن المسؤولين الأمريكيين قلقون تماما مما قد يفعله أو يعلنه الرئيس الروسي في الاحتفال بيوم النصر في موسكو يوم الاثنين فلا أحد يعلم ماذا يمكن لبوتين أن يفعله سواء لناحية حشد المزيد من الجنود أو القيام ببعض الاستفزازات الأخرى أو عدم القيام بأي شيء على الإطلاق يخلص مقال صحيفة نيويورك تايمز إلى أن أمريكا بحاجة إلى التمسك بهدف واضح ومحدد وهو مساعدة كييف على طرد القوات الروسية قدر الإمكان أو تفاوض من أجل انسحابها وإلا فإن أوكرانيا ستتحول إلى محمية أمريكية على حدود روسيا فقمة الحماقة بحسب الكاتب أن تقع أمريكا في حب أوكرانيا بطرق تجعلها تغرق هناك إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر